والابن والروح القدس الله الواحد أمين كل سنة وحضراتكم طيبين عيد ميلاد مجيد عيد ميلاد سعيد عيد التجسد الإلهي عيد ميلاد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح اللي في تجسده وفي ميلاده أخذنا نعم كتير بعد تسع شهور من الحمل في بطن القديس العزراء مريم واتحاد الطبيعة الإلهية بالطبيعة البشرية منذ عيد البشارة ييجي الوقت اللي هو ملء الزمان الكلمة صار جسدا وحلى فينا النهاردة هنتكلم عن الكلمة صار جسدا وحلى فينا تلاقوا كل الفيديوهات على البلايليست اسمها اجتماع دراسة الكتاب المقدس يوم الثلاث على اليوتيوب على اليوتيوب تشانل على البلايليست على اليوتيوب تشانل بتاعت الكنيسة سام مارك كوبتيك أرتودوكس تشيرش سيدني نقرأ الجزء ده من إنجيل يوحنى واحد الكلمة صار جسدا وحلى بيننا أو حلى فينا الترجمة اليونانية والترجمة الإبطية هي حلى فينا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا يوحنى شهد له وناد قائلا هذا الذي قلت عنه إن الذي يأتي بعدي صار قدامي لأنه كان قبلي ومن ملئه نحن جميعا أخذنا ونعمة فوق نعمة لأن النموس بموسى أعطي أما النعمة والحق في يسوع المسيح صار ببساطة وقدام حضراتكم باين أوي إن الكلام مستوى عالي لأن تجسد الإبن الوحيد ده عمل كبير جدا ده عمل معجزي أهم معجزة في الحياة هي التجسد الرب يسوع المسيح التجسد والقيامة والإفخارستي إذن في هذا التجسد يحل المسيح فينا ونرى مجده مجدا كما لوحيد من الآن يعني هو مجد وحيد هو مجد هذا الوحيد من الآن تجسد الإبن الوحيد مملوءا نعمة وحقا ده اللي قال عنه يوحنى يأتي بعد من صار قدامي لأنه كان قبلي لأنه الإبن موجود منذ الأزل وقبل الأزل الثالوس القدوس قبل الأزل وقبل الخلق لأنه كان قبلي ومن ملئه من الملء لأنه في هذا التجسد يكون الملء نحن جميعا أخذنا ونعمة فوق نعمة كل شوية ناخد نعمة وكل شوية نعيش في نعمة تجسد الإبن الوحيد لأن النموس بموسى أعطي كل ده العهد الأديم عدد السبعتاشر أما النعمة والحق فبيسوع المسيح صار إذن في حاجة جديدة في حاجة منيرة في حاجة مشرقة زي ما قلنا في الفيديوهات اللي شرحناها عن السيوتوكيات أشرق من العزراء بغير زرع بشر حتى خلصنا إذن في حاجة جديدة في نعمة جديدة في حق أعلم زي ما كنا في في الأداسيوم العيد وجي سؤال من أحد الشمامسة بيقول إيه هو الحق؟ الحق هو أنه الإنسان قبل تجسد المسيح ما كانش شايف الإنسان كان قبل تجسد المسيح كان في صورة ضبابية يعني مهما كان العهد القديم بيقدم تعليم وبيقدم حياة روحية ولكن الحياة الروحية والحياة المسيحية والحياة الصرائرية اللي نخدها بعد تجسد المسيح أعلى وأكبر وأسمى واللي منكم يرجع للفيديوهات اللي اتعاملت عن رسالة العبرانيين هتلاقوا كل الكلام ده مشروح أما النعمة والحق فبيسوع المسيح صارت وطبعا أباءنا وأباء الكنيسة في تعليمهم في القرون الأولى كانوا بيركزوا على كلمة حل فينا حل فينا بالتجسد لأنه ده تعليم خلاصي يعني أنا وكلنا عايشين في الكنيسة لأن المسيح يحل فينا المسيح يعمل فينا يغير فينا وده فرق كبير بين المسيحية وأي أفكار أخرى أو أي اتجاهات أخرى عشان كده تلاقوا مرارد الإنجيل في الأداس عيد الميلاد رب المجد دعيا ولدا ققول يحنى في بشراه الكلمة الأزلي صار جسدا وحلى فينا ورأينا شوفوا جمال الكلام بتاع لترجية الكنيسة رب المجد دعيا ولدا ققول يحنى في بشراه اللي احنا لسا قريناه الكلمة الأزلي الكلمة في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله اللي في يحنى واحد واحد صار جسدا وحلى فينا ورأينا تعالوا نشوف القديس أساناسيوس الرسولي بيقول إيه؟ بيقول إنه لو في ملك راح بيت في المدينة فهو كأنه راح المدينة كلها عشان كده المسيح جه عالمنا فاتخذ إقامته في جسد واحد مماثل لجسدنا فقد بطلت كل مؤامرات العدو ضد البشر منذ ذلك الحين وزال عنهم فساد الموت الذي كان سائدا عليهم من قبل لأن الجنس البشري كان سيهلك بالتمام لو لم يكن رب الكل ومخلص الجميع ابن الله قد جاء ليضى حدا للموت إذن هو أخذ جسد مماثل لجسدنا عشان كلنا ناخد هذه النعمة وكلنا نرى الحق ونعيش في الحق ونعيش في الصدق ونعيش في الأمانة لأنه المسيح يحل فينا من خلال تجسده قديس باسيليوس الكبير فعزته على عيد الميلاد بيقول أن عيد ميلاد الرب يسوع هو عيد ميلاد البشرية شايفين كلمة حلة فينا؟ هنبنحاول نشرح كلمة حلة فينا هو عيد ميلاد البشرية وأن منذ ميلاد الرب يسوع المسيح بالكسد نقد الحكم الواقع على آدم لنشد مع الملائكة قد ولد لنا اليوم مخلص هو المسيح الرب فلنعيد إذن لخلاص العالم بل نعيد لميلاد البشرية فقد نقد اليوم الحكم الواقع على آدم أنك ترابه إلى التراب تعود بل سوف يسمع فيما بعد لأنك السماوي اتحد بك سوف ترفع إلى السماوي بل إنسان بعد الخطيئة أصبح أنك ترابه إلى التراب تعود ولكن بعد تجسد المسيح وبعد إيماننا بتجسد المسيح وبعد إيماننا بما عمل المسيح لأجلنا يقال لنا أنت سماوي اتحد بك وسوف ترفع إلى السماوي ونفس الكلام في عزة القديس أمبا مكاريو أنا فاكر كاتعزة 52 اليوم ولد الرب الذي هو حياة وخلاص البشر اليوم تم الصلح بين الله والإنسان وبين البشرية واللهود اليوم ارتقدت الخليقة كلها اليوم انفتح الطريق للإنسان نحو الله وطريق الله انفتح نحو النفس البشرية اليوم رفع وجه الإنسان وعطق من المذلة وعطيت له الجراءة لينظر الله بوجه مكشوف نحن بنروح الأداس قدامنا المسيح على المذب لأنه من ملئه جميعا أخذنا نعمة عوضا عن نعمة فوق نعمة يبقى إذن الرؤية بتاعة العهد القديم أقل من الرؤية بتاعة العهد الجديد الرؤية بتاعة العهد الجديد ورؤية تجسد الإبن الوحيد رؤية مختلفة لأن عندنا الرب يسوع المسيح على المذبح كل يوم يمتزج الروح بالروح لقد لاقى به أن يأتي لابسا الجسد حتى يسترد يبقى نشوفوا نفس كلام البابا أسناسيوس قاله القديس أنبا مقار لكن بالرب أن يلبس الجسد حتى يسترد الناس البشرية ويصالحهم مع أبيه الله بيردنا في تجسده الله بيأخذنا في حضنه أجين في تجسده ببساطة افتكر الأمثال اللي قالها السيد المسيح يعني مثلاً مثل الإبن الضال أو المثل المشهور بأنه هو الإبن الضال هو مثل محبة الله مثل أن الله فاتح حضنه للإبن الكبير والإبن الصغير تحت أي وضع هو ده المثل المثل معناه الأصلي هو محبة الله للإبنين البعيد والقريب قديس كورولوس الكبير بيقول أننا جميعاً كنا في المسيح والشخصية البشرية العامة تستعيد فيه الحياة يعني كل من ينظر إلى المسيح حتى لو كان غير مسيحي يستعيد الحياة يستعيد الحياة لأنه بتشوف اللي قدمه المسيح كان قد إيه عالي وراقي وسامي ومغير ومؤثر في حياة البشر ويكمل أنه أنا قلت لكم أنكم آلهة وبني العلي كلكم ويكمل القديس كورولوس الكبير وأنا نرتقي بمشابهتنا له إلى صلاحه القاص الفائد ونكون آلهة وأبناء لله بالإيمان يعني لما بنشوف اللي قدمه المسيح خلال تجسده ألا داي خلينا نعيش إحنا كمان في صلاح نعيش في محبة كاملة نعيش في صدق كامل نعيش في توبة كاملة وحياة مقدسة بر نقية لأننا شفنا تجسد المسيح الذي افتقر لنقتني نحن بافتقاره لقد حل الكلمة في الجميع بحلوله في هيكل جسده الواحد المأخوذ منا ولأجلنا حتى يقتني الجميع في نفسه فيصالح الكل في جسد واحد مع الآب كما قال قديس بوليس الرسول في أفاسوس 2-16 إذن هنا فيه مصلحة نعمة فوق نعمة وحل المسيح فينا إذن فكلنا نعيش حياة مقدسة لأن المسيح حل فينا فأخذنا نعمة فوق نعمة النعمة والحق بيسوع المسيح صار فمنذ أن تجسد الرب يسوع المسيح من القديسة العزراء مريم والدة الإله في جسد شبيه بجسدنا فقد إبليس سلطانه على هذا الجسد أي على عموم الجنس البشري وبطل فساد الموت عنه محتاجين نفهم كل ده لولدنا أن أولدنا يفهموا أن الموت ملوش سلطان عليهم ولا الخطيئة هو اللي قادر بإيمانه بالمسيح وبحياته في المسيح وفي أسرار الكنيسة وبالكتاب المقدس وبتعليم الأباء هنا بس يكون له القدرة على أن ندوس الحياة والعقالب لأن إحنا ما نملكه وما أخذناه من تجسد المسيح أكثر بكثير مما يعطيه العالم لنا ومما هو فينا في هذا الجنس البشري أو في أجسدنا عشان كده تلاقي كل صلوات الكنيسة بتركز كده مثلا سيقطوكية يوم الخميس تقول إيه كل عجينة البشرية يعني كل الطبيعة البشرية أعطتها العذرة بالكمال لله القالق وكلمة الآب هذا الذي تجسد منها بغير تغيير ولدته كإنسان ودعيا اسمه عمانويل الله معا كمان في نفس السقطوكية نختم ونقول أو في القرار لم يزل إلها أتى وصار ابن بشر ابن بشر يعني هو أصبح كل البشرية متجمعة فيه لكنه هو الإله الحقيقي أتى وخلصنا أتى وخلصنا بتجسده أتى وخلصنا باتحاد الطبيعة الإلهية والطبيعة البشرية أتى وخلصنا عشان كده عندنا في إفخارستيا أتى وخلصنا عشان كده المسيح يعمل فينا وكل من يحب المسيح المسيح يعمل فيه ويغير فيه ويطور فيه ونفس المعنى في سقطوكية الأربع والفيديوهات برضو موجودة على نفس البليليست شرح سقطوكية الأربع السلام لمعمل الاتحاد غير المفترق اللازل الطباعة التي أتت معا إلى موضع واحد بغير اختلاط السلام للخدر المزين بكل نوع الذي للخطن الحقيقي المسيح الذي اتحد بالبشرية يبقى إذن التجسد هو اتحاد بالبشرية التجسد في هذا التجسد المسيح أو الكلمة الآب تتحد بالبشرية لتعطينا حياة جديدة يعطينا نعمة فوق نعمة ونفتم أو نقول برضو في سقطوكية الأربع غير المتجسد تجسد الكلمة تجسمت وغير المبتدئ ابتدأ وغير الزمني صار زمنيا غير المدرك غير المدرك لمسوه وغير المرء رؤوه ابن الله صار ابن بشر بالحقيقة صار ابن بشر بالحقيقة صار جسدا وحلفين قديس غريغوريوس النيسي وكتاباته ما أجملها أتمنى اللي بيسمع الفيديو دور على كتابات القديس غريغوريوس النيسي كتاباته رائعة بيقول بما أنه هو تولد من عدرة فده يشجعنا إحنا أن إحنا نعيش باتوليين بما أننا شفنا باتولية العدرة فده عشان يعلمنا إحنا كمان نعيش باتوليين إنما تم جسديا في مريم الطاهرة حتى تجلى كل ملء اللهوت جسديا في المسيح بواسطة باتولياتها هذا أيضا يتم في كل نفس تحفظ الباتولية الروحية بحسب اللوغس يعني كل ما هنقرب من المسيح كل ما هندوق المسيح من خلال الإنجيل من خلال أسرار الكنيسة من خلال تعليم الأباء وإرشادات الأباء الروحيين كل ما هنعيش في باتولية روحية التوبة هي أن نقترب من المسيح التوبة هي أن نعرف المسيح التوبة هي أننا نتزوق المسيح في كل يوم من أيام حياتنا لا عشان كده بوليس الرسول كان بيقول لا نعرف المسيح بعد حسب الجسد يعني إحنا عرفنا المسيح فبالتالي الجسد ما بقلهوش دور علينا وطبعا موجودة في أكتر من مكان يسكن فينا روحيا أما بوليس البوشي من أباء القرن الثلاث عشر في ميمر عيد الميلاد يؤكد نفس المعنى أن تجسدهم ومولدهم لم يكن من أجله بل من أجلنا نحن ومن أجل خلصنا نزل من السماء وتجسد من مريم العزراء وولد الجسدانية لكي يولدنا نحن روحانيين تواضع لكي يرفعنا اتحدى بطبيعتنا الحقيرة لكي يعطينا نحن موهبة الروح القدس سمى ذاته ابن البشر لكي يسمينا نحن بنين لله الآب يا جمال أن احنا نعيش بالكلام ده ساعتها سنرتقي فوق كل أمور تحدث حوالينا نرتقي ونركز في إيماننا ونركز في حياتنا الروحية ونركز في حياتنا الأبدية إذن بل نحفظ حواسنا سالمة من المعايب التي هي النظر والسمع والنطق والشم واللمس لأجل كرامة الذي طهر البشرية جسدا ونفسا وعقلا باتحاده بها ولأجل كسر التواضع الذي لا يحدث إذا كان المسيح تجسد واتحد بالبشرية فطهر كل البشرية طهر الطبيعة البشرية فإحنا كمان نعيش طاهرين في النظر والسمع والنطق والشم واللمس فهو لم يستنكف أبدا أن يدعونا إخوته أبني أبشر بإسمك إخوتي اللي موجودة في المزمور وموجودة في عبرانين 2 نفتم ونقول الكلمة صار جسدا وحل فينا ده سر توبتنا سر توبتنا أن المسيح يحل فينا ويعمل فينا ونرى مجده فهي ده هو ده سر توبتنا لقد ولد الإنسان جديدا يوم ميلاد المسيح لمراث أبوي محفوظ له في السماوات لفرح لن ينزع منه ومجد لا ينطق به ونختم بيه اللي بنقوله في سيقطة كية الاتنين السلام لبيت لح مدينة الأنبياء التي ولد فيها المسيح آدم الثاني لكي يرد آدم الإنسان الأول الترابي هيرده فين؟ يرده إلى الفردوس ويحل قضية الموت إنك يا آدم أنت تراب وإلى التراب تعود لأن المودة طبيعة البشرية الإنسان طبيعة الإنسانية الذي قسرت فيه الخطيئة تفاضلت فيه نعمة المسيح لأن المسيح تجسد من الطبيعة البشرية أشرق جسديا من العزراء بغير زرع بشر حتى خلصنا يا جمال التجسد يا عظمة سر التجسد الإلهي نعيش في هذا السر طول حياتنا سر مقدس سر جميل يغير حياتنا ويقود حياتنا لفرح لا ينزع منا ومجد لا ينطق به لإلهنا المجد الدايم في الكنيسة المقدسة والكلمة والرسل والشهداء والقدسين من الآن وإلى الأبد آمين